السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول شيء نتكلم عن انه بالفيديو السابق شفنا كيف نقدر نعمل عملية توصيل ما بين الراوتر الموجودين لنا في الشبكة فكانت لنا شبكة اللي هي 30 سلاش 30 سبنت اللي هو اللي بيحدد البوردرز او حدود الشبكة سلاش 30 كان كافي بالنسبة لنا وكان اموره 100% طبعا اكثر شبكتين مستخدمات في الانترنت هي سلاش 30 و سلاش 24 سلاش 30 لانه شفنا اهم شيء توصيل توراوترز وبنسبة لها سلاش 30 سلاش 24 فغالبا لانه اسهل شيء انك تحطي سلاش 24 لانه عندك برايفت اي بي ادرسينج سبيس يعني كثير كبير فما في عندك مشاكل باض الموضوع حاليا احنا اللي رح نعمله تخيل لو انه عندك هون موصولة اللي هي السابنت او اعتبرها هاي البناية او الشقة اللي فيها المانيجمنت اللي هو الادارة والمدير العام وهم عبارة عن 6 اشخاص لازم انه انت تعمل احسن او افشن ادرسينج فبهاي الحالة شو احسن شيء انا عندي 6 عندي بدي براودكاس ادرس ونتورك ادرس بصير اندي 8 فايضا اذا كانت عندي الشبكة بتتسع لألف اولى 256 او 512 هوست علشان احل مشكلة الشبكة ننتقل للراوتر R2 راوتر R2 جزي ما احنا شايفين هم متصل فمباشرة بنحكيله ننتقل ل الانترفيس مود اللي هو الاثرنت الانترفيس مود ادرس 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 الان انا في عندي ادرس ادرس نسميه خلينا ناخد 2 وهي لانه راوتر 2 فاحنا كل subnets خلينا نحطها 200 200 وهو راح يكون 1 على الشبكة هذا الراوتر او الانترفيس يعني انا على هذا الانترفيس فقط اذا اي راوتر بالشبكة قادر على الاتصال بهذا الانترفيس ما معناته انه كل الشبكة شغال عندي 100% فالان بدأ احط البوردرس فانا عشان احط هاي الحدود تبعتي الشبكة اه اذا حطيت هيك .0 معناته انا بتكلم عن 256 اللي هي او slash 24 لكن انا شو اللي راح اعمله راح اعمله انا فيندي 8 host فانا ايش فيندي رقم بعطيني 8 host اه شبكة فيها 8 host اه اه 48 اه 248 بعطيني 8 host اذا نشت اه 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 بنتقل ل راوتر اه اه او مباشرة علشان نشيك كمان على الكنكتفتي يعني لازم يكون من كل الشبكة قادر على الاتصال فيما بينها اه يعني اسهل شيء للكونفيقريشن يعني مش عشان شيء ولكن اي اي جي ار بي فراوتر اي اي جي ار بي طبعا one اه no auto summary network كل شيء انا عندي بدي ابعته تمام فيه ناس بيعملوا هيك فيه ناس كمان بي بيعمل هيك نفس الشيء يعني مش اه مش اختراع خطير الان ننتقل للراوتر اللي هو R5 R5 متصل فيه هذول الشبكتين اللي هم احنا منقدر نعتبر انه عنا ثمانية وعشرين هوست بال HR subnet خلينا نعتبر انه يعني مستحيل تخد ثمانية وعشرين شخص في شقة واحدة يعملوا فاحنا عنا ثمانية وعشرين فلنقول ثمانية وعشرين مكتب بيعملوا في هذول الHR فعلى اثنين بيطلعوا ارباطاش ارباطاشر شخص اه منضيف على الارباطاشر شخص اه النتورك والبراوتكاست بسير عندي ستة عشر شخص فانا بحاجة للسبنت تعطيني ستة عشر هوست علشان احط فيها اه يعني الاشخاص تبعوني فبنتقل للانترفيس ايثرنت اه واحد سلاش ثري الاي بي ادرس وننينتو ونسيكس ايت واحنا حكينا من استخدم التو هندرد فمعناتو علشان خمسة راح احط ون ولانه هو اول واحد على الشبكة راح احط له واحد والان منتقل لحدود الشبكة حدود الشبكة انا حكيت انا بدي ستة عشر معناتو اه راح يكون عندي ستاش اذا كانت عندي ثمانية واربعين فانا بتوقع ميتين واربعين راح تكون ممتازة بالنسبة لنا او اللي هي يعني ميتين وثمانية واربعين يعني احنا منحكي عن سلاش عشرين ثمانية وعشرين اه ثمانية وعشرين ون موجودة عندي تمام اه 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 بعدها بننتقل للانترفيس اللي بعده او اللي هو مش يعني الموضوع انه اه اه الابي ادرس للنتورك اللي بعدها اه فعندي تو اللي هي يعني اه الشبكة هون فهي المنطقة فاحنا بنتكلم عن الانترفيس هون لو اي شخص من هدول كان قادر الانتصال بهذا الانترفيس ما ناتو قادر الانتصال بجميع الاجزاء تبت الشبكة لو كان لدينا اجهزة اخرى هون لانه اه اه الانترفيس هون موصول على سويتش والسويتش بيوزع الترافيك بشكل بيوزع يعني الترافيك تبع الشبكة بشكل اه يعني اه بشكل متساوي خلنا نتكلم فانا بدي الاي بي ادرس رح يكون عندي بما انه انا بنتكلم عن 16 فالمفروض هون الناس بيخطأوا الخطأ هاد بحط هون ستة لكن هو هذا الخطأ ليش لانه هذا عنوان الشبكة يعني انا حكيت صفر عنوان الشبكة و 15 والبراوتكاست ادرس الشبكة التالية رح تكون نتورك 16 فانا 17 والبراوتكاست رح يكون 31 32 رح تكون الشبكة اللي بعديها و 33 اول شخص على الشبكة ونوشوتدون ومباشرة كمان خلينا يعني نعمل عملية اه يعني اضافة للراوتنج الراوتنج بروتوكول مرة واحدة نقطة وهذه الحالة بنتقل للراوتر اللي بعده اللي هو رح يكون عندي راوتر R4 زي ما انا شايفين هنا R4 متصل بشبكتين هذول الشبكتين هم عبارة عن السيلز لا هموا فيهم خمسين هوست الآن انا اه بقدر انتقل لا انترفيس واحد ثلاث بمعنى خمسين هوست يعني خمسة وعشرين خمسة وعشرين ونتورك ستة وعشرين وبراوتكاست سبعة وعشرين سبعة وعشرين اه يعني اول رقم او اول مرتبة اول لفل بالبايناري الى ثلاثين والثلاثين والثلاثين بالتسعى لثلاثين هوست واحد وثلاثين براوتكاست وثلاثين وثلاثين او يعني الهوست يعني رقمه رح يكون فانا مباشرة بحكي له الابدرس اللي هو 192.168.20 لانه اربعة نحن نشغل على راوتر اربعة ورح يكون الان بالنسبة لحدود الشبكة لازم نختار حد مميز للشبكة اللي هو اذا انا كان عندي اثنين وثلاثين فانا اول شيء مئة وثمانية وعشرين اذا كان عندي هون يعني بالبايناري كمان بصير اندي بالبايناري بنتكلم احنا هون يعني فانا صار عندي هيك ١٢٨ ١٢٩ و ١٢٩ و ١٢٢ و ٢٢٢ و ٢٢١ إذن أنا عندي ٢٢٢٤ أو ٢٢٧ يعني كما قلت له ٢٢٢٧ سوف نرى أنه سوف تنزل عندي على الروتينج بروتوكول على الروتينج تابل اللي هو بيدل الروتر شو يعمل بالترافيك تابعه فأنا مباشرة بيدخل على الروتر عشان ما يعمل آتو ساماري آآ نتورك آآ آآ هيكا آآ يعني منكون آآ لهون خلينا نحو لهون بهذا الفيديو إحنا اللي عملنا أنه عندينا موضوع الادرسينج لكن الفيديو اللي بعده هو فيديو قصير جدا رح نوصل كل هذه الشبكة في الانترنت الحقيقي ورح نكون قادرين على يعني عمل بينج رح نعمل بينج لا اللي هو الدياناس والدياناس اللي هو تابع جوجل هذا الدياناس تابع جامع بامريكا ها الدياناس تابع جوجل وفي كمان يعني دياناس تابع ليير ثري اللي هو ممكن يعني لك يكفي يعني يكفي انه نكون قادرين على يعني عمل بينج او الاتصال تشخيص الاتصال بهذا الدياناس سيرفر شاكل لا استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته